طيب خلوني الأول أرحب بحضراتكم اتنين الجواز مش بس إن حضرتك معاك الشابكة والمهر والشقة ومش بس إن حضرتك معاك جهازك الجواز ده مؤسسة متكاملة مسئولية كبيرة ومش سهلة ده معناها إن احنا نخاف ونتخض ونضرب عن الجواز لأ ما بقولكش كده بس إنه بقولك لازم تبقى فاهم إنها مسئولية وإنت لازم تبقى فاهم إنها مسئولية طيب تعالوا أولا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية منورنا دكتور أهلا وسهلا إزاي الصحة تحياتي يا حضرتك ولمشاهدين الكرام يا ربي خليك يا دكتور ربي خليك يا دكتور أحلى حاجة إن الدكتور قال لي إن أنا إيه شاب يعني فطبعا وده كان في مجاملة رائعة وجميلة منه في ظل كل الشعر اللبيت ده واتضح أنه أكبر من دكتور خالد يجيب ثلاث سنين في العمر وهو أعلى في المقام والعلم دكتور خالد الإفتاء أعلنت عن دورة مجانية مجانية فلوس وورش عمل تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج مش ده لأنه الزواج مسؤولية كبرى وعظيمة طبعا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الزواج هو أكبر علاقة بين اتنين ممكن اختيارية ممكن يدخلها الإنسان صح فيه علاقات بين الواحد وأسرته ووالده ووالدته وكذا لكن ده علاقة ده مش اختيار إنما الاختيار أو الذي اسمه الإيجاب بيربطه الإيجاب والقبول كلمة الإيجاب والقبول دي اللي هي قبلته وزواجته وقبلته ده معناه أنه فيه اختيار لهذا الزواج وهذه العلاقة جعلها الله سبحانه وتعالى هي مدار الاجتماع البشري مدار الحياة على ما ينتج عن هذه العلاقة يقولوا جعل بينكم نسبا وصهرا يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقاكم من نفسه وحلته وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء وهي المحور هي الزواج معناه أنه فيه أسرتين وفيه نسب وفيه صهر وفيه مجتمع سينشأ على هذا وفيه أولاد وفيه ارتباط بين الشبكتين بل بينها هتلاقي في الآخر المجتمع كله مرتبط بسبب هذا الأمر الذي هو الزواج حظيم ولذلك فعلا كلمة مسئولية كلمة معبرة جدا بس احنا يعني مسئولية مش عايزين نخوف الناس من الزواج لأن فيه كتير من الشباك لا يعني عايزة المسئولية يعني لون جديد من الحياة خلينا نقول جيون جديد من الحياة سيدخل فيه الرجل أو ستدخل فيه المرأة سيصبح الرجل فيه له أدوار جديدة لم يقم بها قبل الزواج وخصوصا في المجتمع المعاصر في الوقت المعاصر اللي احنا منهم بيه وكذلك ستصبح المرأة لها أدوار جديدة لها تتطور هذه الأدوار وتتغير خصوصا لما يرزقوا بأولاد أو يحصل في خطة للإنجاب كل ده فعلا مسئولية كل ده فعلا محتاج أن احنا نتضرب وناخد مهارات من مهارات الحياة علشان نتعامل معها بشكل نعيش فيه الحياة نعيش فيه بسعادة هذا اللون الجديد من ألوان الحياة حلو جدا طيب الدورات اللي عاملها دار الإفتاء المصرية هتعمل إيه؟ هنقعد مع المقبلين عن الزواج هنا بقى مقبلين ومقبلات نعم هنقول لهم إيه والدورة دي احكيلي على التفاصيل الدورة فكرتها تنبع من حاجتين أو الأمر يتبع بحاجتين إن كل حاجة وخصوصا بعد تغير العصر يعني فيه طبعا إحنا لابد إن إحنا نحيي بكل صدق آباءنا و أمهاتنا والأجيال التي مضت لأن طبعا تحملوا مسئولية كبيرة بس فيه عصور يمكن فيه اختلاف شوي إحنا الآن أصبح هناك اختلاف لازم نعترف بكل صدق الاختلاف دخل بسبب عوامل كتير في حين إن إحنا عايزين نحافظ على قيامنا و حافظ على ديننا و حافظ على لكن أيضا فيه سوشيال ميديا و فيه توسع و فيه خروج الناس للعمل و فيه أمور كثيرة و غاية خلتنا أنماط الحياة تختلف و كذلك الحياة الزوجية و ده موجود و حتى يمكن معالج فيه حاجات كتير جدا و حتى في الأعمال الفنية يعني فيه واضح إن فيه اختلافي حتى فيه أنماط الحياة الزوجية هنا بتأتي بقى الفكرة إن إحنا لازم نتعلم لازم نتضرب على هذا التعامل و لازم نرصد هذا الاختلاف و لازم نرصده من زوايا مختلفة طبعا إحنا باعتبار دار الإفتة جهة بيلجأ إليها كثير من المستفتين خصوصا في مسائل الأحوال الشخصية و دي أكتر حاجة أكتر حاجة طبعا البند الأول فيما تتعرض له دار الإفتة و يلجأ إليها المستفتي أو المواطن هي قضية قضية الأحوال الشخصية لأن القضايا أخرى و ملفت أخرى موجودة و وضحناها في التقرير الأخير إنما قضايا الأحوال الشخصية هي أكثر هذه القضايا إذا ضممنا الكلام السابق إلى هذا إحنا لازم نقدم وجبة ثقافية نتضامن في هذه الوجبة عدة أمور مش بس فقط لازم تتضامن في ما يعالج الإنسان بالجوانب المختلفة الحياة الجديدة دي جوانب مختلفة فيها جزء متعلق بالدين وفي الشرع يبقى لازم يبقى فيه وجبة تديهم خطاب شرعي معتدر يجعلهم يعيشون الحياة يجعل المقبل على الزواج فاهم يعني إيه يتعامل الرجل يتعامل مع امرأة من منظور الشرع ويفكروا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل إزاي مع زوجتي وكذلك المرأة المقبلة على الزواج هتفهم وجباتها وهتفهم أسرتها وهيفجأوا لتنين إن طالما فيه زواج يبقى فيه إنشاء لأسرة فيه أولاد يبقى إحنا هيبقى المصلحة لأولاد هي المصلحة الأولى وكيف سؤال بكيف ده مهم أوي كيف يحدث سلك لازم كمان فيه جانب اقتصادي لأن العيشة مش فقط مثالية لازم هذا المقبل على يفهم أن المؤسسة الصغيرة دي اللي اسمها أسرة ده مؤسسة لها ميزانية ولها احتياج لها موارد ولها احتياج ولها انفاقات وكذا واحتياج في ظل في ظل ظروف معينة فلا هي تثقل علي ولا هو يقطر عليها طبعا المسئوليات والأدوار دي لازم مهمة جدا تبقى واضحة دي احنا بس لازم ايه ويطلعوا ايدو مسك حبتين أو بيحط في باب آخر أو كذا لأ طبعا ده مهمة قوي في أولويات الانفاق الزوجية لكن كمان تدبير التفاصيل اللي بتبقى في الميزانية دي اللي هي كان بيمثل بعضها أمهاتنا قبل كده يعني تدبر الحاجة كلا تقوم عاملة طبعا جيد تتخذ نعم ما تفهمش جات منين لكن في المهارات ممكن تدرس وتورث في قضايا الميزانية الزوجية ودي جزء من الدورات والوجبة اللي بياخدها الميزانية الاحترام المتبادل يعني احنا تعلمنا أنه مودة ورحمة لازم ده قضية مهمة جدا بس الاحترام المتبادل السر بتاعه الفهم المتبادل للشخصيات أنمط الشخصية ده جزء على فكرة مما تعرض له مما يخوزه المقبلون على الزوج أنمط الشخصية نمط شخصية الرجل ونمط شخصية المرأة طبيعة الرجل وطبيعة المرأة فيه أزمة كبيرة أو مشكلة كبيرة بتحصل لما يبقى أحد الطرفين مش فاهم سر الطرف الآخر المفاتيح بتاع تلك المفاتيح الورقة من الزهرة والرجل من المريخ فيقوم كل واحد فيهم عايش في وادي آخر وفاكر أوهام أخرى عن الطرف الآخر فيقوم يسبح ويسرح فيه مع نفسه وهتعامل على هذا الأساس وفي الآخر ممكن في بعض اللحظات يشعر بندم شديد لأنه كان التصرف معاها سهل جداً لو أنت بطبت عليها يعني في الموت مفاتيح لها القطة وربطي بالعيال أو بعدين طلع زعبيبك وغضب أو عشان ده كانت حلها من غير من الدنيا تكبر كده أنه كان طبطب عليها أو أن هي كانت عدت الموقف تجاوزته أو كذا يعني خلينا نتكلم في الطرفين يبقى إذن قضية أنماط الشخصية دي مهمة جداً ولذلك هي جزء من الوجبة التي تعد أو تقدم لمن هو مقبل على الزواج في باعتباره سيفهم طرف لا أظن التجربة لأنه تجربة مهمة اللي هو داخل عليها هيفهم هذا الطرف بأحد الأسرار اللي هيفهم بها هي خاطة الموت المقبل على الزواج هنا في رؤية دار الإفتاء هو الخاطب والمخطوبة ولا حتى لو ما كانش لسه حط عينه على حد يعني كل هذه الأنوات مقبلة على الزواج كل ما نور في سن الزواج أهلا بيكتعي كل ما هو في سن الزواج يعني هيجد حتى اللي ممكن يكون المتزوج حديثاً ولسه عايز تطوير ثقافته يلقى باعتبار الدورات السابقة ده يلقى ممكن يلقى تأهيل أو تسقيف في هذا الأنوات إيه اللي دفع دار الإفتاء ده تعمل هذه الدورات إيه اللي شفتوه أو استشعرتوه فوجدتو أن هناك لزوم ووجوب من يبقى في عندنا دورات من النوع ده التطور الذي حدث في الحياة فاستدعى هذا أن فيه بعض الرجالة أو كثير من الرجالة مش فاهم مسئولياته ومش فاهم يتعامل مع الحياة في ظل هذا التغير مع المرأة في ظل هذا التغير وكذلك في التغير الذي حدث في الحياة فجعل بعض الستات النساء مش عارفين يفتحوا مؤتقاضية التعامل مع الرجل فبيبقى الإقبال على الزواج إقبال شوية عشوائي أو غير مدروس بجانب كثير من الأغالية والثقافات التي تنسب إلى دي الخطأ حلو أبرز هذا يوالله كان فيه حاجة قريبة شوروهم وخلفوهم إيه دي؟ حضرتك بعض الحالات يعني بتيجي مش عايز يشريكها في أي حاجة معها من باب أنه بيفهم أكتر من باب أنه بيفهم أحسن منها وكده ومن باب يعني أوهم ما هنش عارف حد يعني وصلها له إن هي المرأة طبعا ما تصلحش إن هي تشترك معها ما يستشرهاش في حاجة يعني آه طبعا إحنا بنؤكد إن دي مورسات ثقافية خاطئة ناتجة عن خرافات مجمع من الخرافات وفي الآخر يعني كان للأسف يقولك وإذا النبي بيقرشوروهم بخوة خلفوهم ده طبعا غلط ولا النبي قال ولا وأبدا ده ولا ده صحيح خالص لكن أهو يعني شوف بعض المورسات الثقافية الغلط التي تجعله مش عايز مثلا تجعله مش عايز عايز يعز مصحابه ويأكله وبعدين بعد ما يخلصوا الأكل ينزل يقعد على القهوة وكل اللي حصل ده يعني الدبكة اللي حصلت من التأولها هو واخد ده يعني ما يحطش كل الهوثة أن في البداية يبرج دعوة بقى خدرس بانطلاقا من هو يزعى منه كده وراجل يزعى منه هو طب وهو ده موروز خطأ وده النبي سيدنا النبي علمناش كده سيدنا النبي كان يكون في مهنة أهلي سيدنا النبي كان يعني حتى مراعاة المشاعر حتى الكلمة الطيبة في هذا لابد أنها تبقى حاضرة وهكذا تغير في العصر من ناحية أنماط العصر تغيرت مع وجود رواسب دينية في بعضها خطأ يستدعي من أن نحن نتدخل ونصحح هذا عبر وسائل تسقفية وتعليمية اللي هي منها الدورات اللي تصل إلى أزهان المقبلين على الزواج لسه في ناس يا مولانا بتستفتي دار الإفتاء المصرية في مسألة أنه تنظيم النسل والخلفة وأنه لأ ما ينفعش أنظم أصل ده حرام وحاجات زي كده أنا عايز أقول لحضرتك أن جزء كبير من الدورة هذا الجانب التسقف في المقضايا الإنجابية طبعا في أسئلة اللي نكون في أسئلة موجودة في بعض أزهان الناس خصوصا وأن هناك خطابات أيضا تكرس لمفاهيم خاطئة وبورسات خاطئة زي سيبك منهم ده الرزق هيجي برزقه العيل هيجي برزقه عيل هيجي برزقه ده طبعا كلام في غاية الخطأ وفيه تجافي شديد مع اعتقادنا في أن حاجة اسمها الأخذ بالأسباب كل ده بيتسرح فيه نحن مقمورين بالتريث وبالحكمة وبالأخذ بالأسباب بالأخذ بالأسباب نحن مقمورين طبعا مسلنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني قيلها أو توكل يعني إيه يعني لازم آه طبعا أنت تعرف أنت ميزانيتك رايحة فيد وحدودك فين وعايز أولادك طبعا أنت لازم تبقى نفسك في أولادك يبقى حاجة كويسة حاجة كويسة مش بس أن أنت هتصرف عليهم فلوس أنت كمال هتهتم بهم وقت أه طبعا إحنا في العصر اللي إحنا فيه ودينا شايفين إحنا قد إيه تكلفة تربية لأولاد من ناحية الوقت والاهتمام مش بس الفلوس إيه أنت والأحاديس والعقل والعقل والنفس وكل ده وكل ده على فكرة الشرع دعانا له كل ده ممكن نسرت دلوقتي من الآيات والأحاديث ما نجع ما يكد الشرع بيقول لنا اهتموا بولادكو جدا من كل النواحي فلما يكون ده مش حاضر هيقول لك بقى إيه ما يهمكش حات أولاد وكده من غير والرزق بقى جاية أو كهذه الأمور غير الصحيحة المقولات التي تستعمل طبعا هو الرزق يضرب بنا طبعا لكنها مقولات تستعمل في مكان غير الصحيح أخر حاجة بقى الدورات والورش وورش العمل التدريبية دي موجودة في عموم الجمهورية ولا في بعض المحافظات والله يعني هو يعني دار الإفتاء بتواصر التعليم والتفقيف ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسر الأمر أنه يصل إلى جميع المصريين لا وإحنا نساعدكم برضا نهولانا وتبقوا موجودين معانا ونتكلم ونفهم ونشرح ونعرف الناس أنا عايز أشكر الحاتك جدا جدا يا دكتور خالد أولا نورتنا وشرفتنا ثانيا أنا أؤكد ليك أنه دي مش هتبقى أول لقاء معنا أتمنى أتمنى أنك تنورنا أكتر من مرة قدر استطاعتك وقدر وقتك لأننا نزلنا عليك كتير نحن نتشرف طبعا وطبعا بهذا البرنامج والمسؤول أمام الشعب أمام المصريين هذا شرف واحدة شرف لنا جميعا ربنا يخليك دكتور كل الشكر لدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ممكن بعد إذنك لما يلتبس عليك أمر تكلم دار الإفتاء تكلمشي حد تاني أرجوك سيق عليك النباشي أبو سبيدك ارجع لدار الإفتاء ملاش أصلا أنا سألت ابن عمي سألت صح مي أصلي مش عارف قالك في جملة بتاعت قلق نيف سعرف مين اللي قال قالك ده اللي هو مين مش عارف مين مش موضوعنا هو موضوعنا بس لسه هنتكلم بعدين لكن مش النهاردة والحلقة خلصت لحد كده وكما جرت العادة لسه كلامنا مخلصش فهنستقنفه في حلقات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامج رقم عشرة أما احنا لو كلنا العمر إن شاء الله نقابلكو بكرة وفي نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلام عليكم